السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء طلاب الصف الثاني الاعدادي اهلا ومرحبا بكم يا رب تكونوا بخير درس جديد من دروس اللغة العربية فرع النصوص بعنوان الفلاح للشاعر محمد الهراوي الشاعر محمد الهراوي شاعر مصري معاصر ولد بمحافظة الشرقية عام 1885 ميلادية والشاعر محمد الهراوي الرائد الحقيقي لمصرح الطفل في الوطن العربي وتوفي عام 1939 ميلادية تعالوا مع بعض نبدأ بقراءة النص يقول الشاعر محمد الهراوي في نص الفلاح انا الفلاح في مصر ارد طرابها طبرا فلا تبقي يدي قفرا بواديها ولا فقرا فمن نخلي لكم رطب ومن كرمي لكم عنب ومن حقلي لكم قصب وقطني يجلب اليسرى ومن غنمي لكم عهن ومن بقري لكم سمن وفي طيري ولا من منافع جمة اخرى سانميها زراعات بماشية وآلات واكثر من نقابات وانهض نهضة كبرى وأحفظ ذلك الوادي تراث أبي وأجدادي وأسلمه لأولادي عزيزا سائدا حرة تعالوا مع بعض نبدأ بشرح النص ونتعرف على المعاني المهمة ومواطن الجمال اللي موجودة في النص ونبدأ بأول بيت يقول الشاعر محمد الهراوي أنا الفلاح في مصر هنا الشاعر بيفخر بيفتخر بأنه فلاح في مصر بيفتخر بكونه فلاح وبيفتخر بكونه مصر بيتباهى بأنه بيحول أرض مصر لدهب أرد طرابها طبرة أرد يعني أحول وعكسها أبقي أرد طرابها طراب مصر وجامع طراب أتربة بيحول الطراب لإيه للتبر والتبر ده اللي هو طراب الدهب بيحول الأرض لدهب ده اللي بيتفاخر به وبيقول فلا تبقي يدي قفرا بيقول أن يده لا تترك أرضا في وادي النيل إلا وتحولها من الجفاف إلى الحياة والنماء ومن الفقر إلى الغنى والرخاء فلا تبقي يدي قفرا بواديها ولا فقرا فلا تبقي تبقي يعني تترك فلا تبقي يدي قفرا قفرا يعني أرض مهجورة وعكسها مأهولة ومسكونة هنا الشاعر بيقول بيحول الأرض المهجورة لأرض مأهولة ومسكونة بيحول الهجر إلى حياة ونماء بواديها ولا فقرا بواديها يعني وادي النيل وجمع واديها أودية ووديان وأوداء وأوادية بواديها ولا فقرا الفقر اللي هو الحاجة والعوز وعكس الفقر الغنى والثراء وجمع فقر مفاقر وفقور طب إيه مواطن الجمال اللي موجودة في البيتين اللي قدامنا لما يجي يقول أنا الفلاح بيدل على إيه؟ بيدل على الفخر تعبير جميل بيفيد الفخر والاعتزاز بكونه فلاحا في مصر برضو يفيد الفخر والاعتزاز بانتمائه لمصر أرد طرابها طبرا لتعبير جميل بيشبه الأرض بعد زراعتها بالذهب أرد طرابها طبرا كلمة طبرا ناكرة تفيد التعظيم فلا تبقي يدي قفرا ده أسلوب نفيه وهنا الإضافة لياء المتكلم في كلمة يدي بيفيد الفخر والاعتزاز فلا تبقي يدي قفرا بواديها ولا فقرا برضو هنا تكرار النفي لا تبقي ده أسلوب نفي لا فقرا ده أسلوب نفي تكرار النفي بيفيد التوكيد بيؤكد على إخلاص الفلاح في العمل من أجل مصر وخير بلاده وعندنا في البيت الأخير كلمة قفرا وكلمة فقرا نكرة للعموم والشمول وقفرا وفقرا بينهما إيقاع موسيقي تطرب له الأذن وإيه علاقة البيت الثاني بالبيت الأول علاقة توضيح تعالوا مع بعض ناخد البيت اللي بعد كده بيقول محمد الهراوي فمن نخلي لكم رطب ومن كرمي لكم عنب فمن نخلي لكم رطب الرطب اللي هو البلح ومفرد رطب رطبة وجمع رطب أرطاب ورطاب ومن كرمي لكم عنب كرمي الكرم اللي هو شجرة العنب وجمعها كروم ومن كرمي لكم عنب ومن حقلي حقلي يعني أرض أو مزرعة ومن حقلي جمعها حقول ومن حقلي لكم قصب وقطني يجلب اليسرى يجلب يعني يحضر ويأتي بالخير وعكسها يمنع يجلب اليسرى اليسرى معناها السهولة ويقصد بها هنا الخير وعكسها الفقر او العسرى هنا الشاعر بيعدد انشطته واعماله وبيتفاخر بالحاجات اللي بيقدمها اول حاجة بيقول انتو بتاخدوا البلح من نخلي فمن نخلي لكم رطب وبيقول بتاخدوا العنب من شجر العنب بتاعي ومن كرمي لكم عنب وبتاخدوا القصب من ارضي ومن حقلي لكم قصب والقطني برضو انا اللي بزرعه وقطني يجلب اليسرى وبيقول ان القطن اللي انا بزرعه ده اللي انتو بتصنعه منه المنسوجات فيعم اليسر والخير والرخاء ايه مواطن الجمال اللي موجودة في البيتين اللي قدامنا فمن نخلي برضو يا المتكلم نخلي كرمي حقلي قطني الاضافة لياء المتكلم بتفيد الفخر والاعتزاز فمن نخلي لكم ده هنا تعبير بيفيد حب الفلاح لابناء وطني وحرصه على نفعهم فمن نخلي لكم رطب ومن كرمي لكم عنب ومن حقلي لكم قصب وقطني يجلب اليسرى ده تعبير جميل بيشبه القطن بانسان بيجلب الخير ويحضره لمصر وهنا العطف بيفيد التنوع تنوع نعم وخيرات الفلاح فمن نخلي ومن كرمي ومن حقلي ومن غنمي ومن بقري العطف هنا بيفيد التنوع البيت اللي بعد كده لمحمد الهراوي بيكمل برضو الفلاح وبيفخر بما يقدمه لنا ومن غنمي لكم عهن الغنم اللي هو القطيع من الماعز والضاءن وجمع غنم أغنام وغنوم ومن غنمي لكم عهن العهن اللي هو الصوف ومفرد عهن عهن وجمعها عهون ومن بقري لكم سمن برضو بيتفاخر بيقول ان انتو بتاخدوا من الغنم اللي انا بربيها بتاخدوا منها الصوف ومن بقري ومن البقر اللي انا بربيها بتاخدوا منه اللبن اللي بتصنعوا منه منتجات الألبان جبن وسمن وغيرها وبيكمل وبيقول ومن الطيور وفي طيري الطير اللي هو الطيور وفي طيري ولا منن أنا مش بتفاخر أنا مش بتفاخر بعطائي ومش بتباهب ده ولا من المن اللي هو التباهي والتفاخر وعكسها تواضع بيقول إن كل الخيرات اللي بيقدمها لنا الفلاح دي بدون فخر وبدون تباهي وبدون أزى بيقدم لنا منافع جمة أخرى منافع يعني فوائد وعكسها مضار ومفردها منفعة منافع جمة جمة يعني كثيرة وعكسها قليلة وجمعها جمام منافع جمة أخرى المواصل الجمال اللي موجودة في البتن اللي قدامنا غانمي وبقري اللي اتنين جمع غانمي جمعة تفيد القصرة وبقري جمعة تفيد القصرة وهنا برضو تكرار العاطف بيفيد تنوع الخيرات التي يقدمها لنا الفلاح وفي طيري ولا منن ده أسلوب نفي بيدل على الإخلاص في العطاء وعدم التباهي والتفاخر بما يقدمه كلمة منافع جمعة تفيد القصرة وناكرة للعموم والشمول ووصف المنافع بأنها جمة بيؤكد على القثرة البيت اللي بعد كده بيقول محمد الهراوي سأنميها زراعات بماشية وآلات هنا الشاعر بيختم القصيدة بتاعته وبيقدم وعود لوطنه بأنه هيعمل بكل جهد من أجل التنمية الزراعية هيستخدم الوسائل القديمة زي الماشية والحديثة زي الآلات المتطورة سأنميها يعني سأزيدها وعكسها سأنقصها سأنميها زراعات بماشية والماشية اللي هي الإبل والبقر والغنم وجمعها مواشي وآلات اللي هي المعدات الحديثة ومفردها آلة وهيعمل إيه تاني وهيكثر من نقابات وهينشئ نقابات هتحفظ له حقوقه وتساعده في شدته كي ينهض بالبلاد نهضة كبرى وأكثر من نقابات مفرد نقابات نقابة وأنهض نهضة كبرى أنهض يعني أقوم يقزا مشيطا ويقصد بها أتقدم وأرتقل وعكسها أتأخر وأنهض نهضة كبرى كبرى عكسها صغرى وجمع كبرى كبريات ومذكر كلمة كبرى أكبر إيه مواطن الجمال اللي موجودة في البتين اللي قدامنا سأنميها زراعات ده تعبير جميل بيفيد رغبة الفلاح في التنمية الزراعية والسين دي بتفيد إيه سأنميها السين هنا بتدل على المستقبل القريب سأنميها زراعات زراعات هنا جامعة تفيد الكاصرة بماشية وآلات وآلات برضو جامعة تفيد الكاصرة وهنا برضو العطف في البت ده بماشية وآلات هنا برضو العطف بيفيد التنوع وأكثر من نقابات وأنهض نهضة كبرى ده أسلوب مؤكد بالمفعول المطلق أنهض نهضة أسلوب مؤكد بيدل على إخلاص الفلاح لوطني وأنهض نهضة كبرى وصف النهضة بأنها كبرى بيدل على علو قيمتها وعظم مكانتها البيت اللي بعد كده لمحمد الهراوي من نص الفلاح بيقول وأحفظ ذلك الوادي تراف أبي وأجدادي وأسلمه لأولادي عزيزا سائدا حرا بيختم الأبيات بتاعته بيقول أنه هو هيحافظ على هذا الوادي هيحافظ على هذه البلد على مصر مراف آبائه وأجدادي لأن هذا الوادي ورسه من آبائه وأجدادي وسيحافظ عليه كي يسلمه لأولاده قويا عزيزا حرا وأحفظ ذلك الوادي أحفظ يعني أصون وأحمي وعكسها أضيع وأهمل وأحفظ ذلك الوادي يقصد به وادي النيل يقصد بمصر تراف أبي تراس يعني مراف والميراث هو ما تركه الآباء والأجداد تراس أبي وأجدادي وأسلمه لأولادي أسلمه يعني أعطيه وعكسها أخزه وأسلمه لأولادي أولادي يعني أبنائي ومفردها ولدي أسلمه لأولادي عزيزا عزيزا يعني قويا وعكسها زليلا وجمع عزيزا أعزة أعزاء عزاز عزيزا سائدا سائدا يعني سيدا ومسيطرا وجمعها سادة وعكسها خاضعا وزليلا عزيزا سائدا حرا حرا يعني عزيزا متحررا من الاحتلال وعكسها محتلا وجمعها أحرار إما وطن الجمال اللي موجودة في البيتين اللي قدامنا وأحفظ ذلك الوادي طراث أبي ده هنا بيشبه الوادي بالمراث الذي يرسه الإنسان عن آبائه وأجدادي وده تعبير جميل بيوحب اعتزاز الفلاح بأرض وتمسكه بها وأسلمه لأولادي ده تعبير جميل بيشبه الوادي وادي النيل بالأمانة التي يسلمها لأولادي عزيزا سائدا حرا ده تعبير جميل بيشبه الوادي بالإنسان العزيز السائد السيد المسيطر والإنسان الحر وكلمة عزيزا ناكرا وسائدا ناكرا وحرا ناكرا ناكرا تفيد التعظيم وعندنا هنا في البيت الأول طراث أبي وأجدادي وفي البيت التاني أسلمه لأولادي الشطرين دول بينهما إيه طراث أبي وأجدادي وأسلمه لأولادي إحنا عارفين لما يبقوا كلمتين عكس بعض بنقول بينهما تضاد إنما لما يكون جملتين عكس بعض بنقول بينهما مقابلة وزي التضاد برضو بتؤكد المعنى وتوضحه وبكده يبقى إحنا شرحنا نص الفلاح لمحمد الهراوي وتعرفنا على المعاني المهمة ومواطن الجمال اللي موجودة في النص بتمنى كون قدر تفيدكم ولو بجزء بسيط اضغط لايك للفيديو شاير الفيديو لكل صحابك عشان يستفادوا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة